إن العظم المستركة للاتزام باتفاقية مينسك هو طريق الوحيد للتحقيق السلام وهو أيضا طريق الوحيد للتواصل إلى حال السياسي أعرب ماكرون عن أمله في ضمان استقرار الوضع في روسيا وأوكرانيا في الفترة المقبلة بحيث يمكن للأطراف المعنية سئناف عملية التفاوض حتى يتم تخفيف التوتر للوضع باستمرار هذا وأعرب زيلينسك عن توقعاته بشأن اجتماع المستشارين السياسيين لقادة الدول الأربع وهي أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا المزمع عقده يوم الخميس وقال زيلينسك إنه يأمل في أن تدرك جميع الأطراف حقا المخاطر التي يواجهها الوضع الحالي وتبدي الصدق لتخفيف الوضع المتوتر لا أثق بالعموميات ينعكس صدق كل سياسي في خطواته الملموسة وبالنسبة لنا فإن إخلاصنا يتمثل في تهدئة الوضع